في إطار الحملة الوطنية للتحسيس والكشف عن سرطاني الثدي وعنق الرحم تم بمدينة أجدير تنظيم حملة تحسيسية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية للكشف عن هذين النوعين من السرطانات الحملة تندرج في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي شهر التعبئة والتوعية حول سرطان الثدي وعنق الرحم المنظم تحت شعار الكشف المبكر وقاية ولصحتك حماية حمنا طبية الفائدة للنساء اللي كنقوم بها بجوش عن شطاء أساسيين للنشط اللول هو الكشف عن عنق الرحم الفائدة للنساء للعمر ديالهم كي ترواح بين 30 و 49 سنة وبالنسبة للتادي سرطان ديال التادي بين 40 حتى 59 سنة 60 سنة وتروم الحملة التي تنظمها المديري الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهات سوسماسة تحسيس وتوعية الساكنة عموما والنساء من الفئات العمورية المستهدفة حول أهمية الوقاية والكشف المبكر لتعزيز حضوض العلاج كان إقبال كبير من المواطنات وكانت منه بأنه من هذا المينبار كان وجه واحد النذاء لجميع النساء لتحقلوا بأقرب مركز صحي لهم للاستفادة من هذا الكشف المبكر لأن كما كان عرفه بأن الكشف المبكر يعزز حضوض الشفاء من سرطان التادي التي قدرت وصلت إلى 95% إلى كتشفنا السرطان في المراحل الأولى وتشكل الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطانية الثدي وعنق الرحم التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فرصة لتسليط الضوء على المجهودات التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال من أجل الحد من انتشار هذين السرطانين في أوساط النساء